مرحبا مرحبا وليدة هنشبك ما تكتع علي الخط كبك طيب اتفضل حضرتك اتفضل يا جماعة احكولنا قصة الضرب احكولنا قصة الضرب لماذا الضرب وما هي النتائج ما الاسباب وما النتائج ما مش معقولة حرام عليكم حرام عليكم بكون قصة دية كل شوية حطينا على المنابر وعملين وكل ما اسأل السؤال بتاع الضعيف دوت محدش يعرف يجاوبك يلا يلا تكلم يلا تفضل جاوبني لو سمحت يلا اول حاجة اصفع برا الكتب دي كلها اعلي صوتك شوية لو سمحت انا اعليه من هنا انا كمان اهو يلا رفض خلي الكتب دي كلها على جمعات كتب سنك كتب شعر ما عليش منها رب العالمين يتقلينا في القرآن الماطع وكتر متخلقتم على اعقاب الكبار ربنا بيكذب وصار ايه هو صار اهداء زمان لا يا رب العالمين يتقلينا ممكن تعلي صوتك بس شوية والله انا ما سامع علي صوتك شوية علي صوتك شوية سأتكلم بعد ان اعقب علي خلي اتكلم بعد ان اعقب علي علي صوتك انا ما قلت لك شوية علي صوتك شوية انا مش كلها صوتيا يعني حال صوتيا الماضي بس هاي تمقعي على اندي المهم خلينا نتكلم لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم احيي رب العالمين يوم قال في القرآن المات او قتل القلبتم على عقابكم هو غدر اللي صاف العرب من واش ليس اللي صاف ذاك الزمان دي في صورة ايه الاية دي؟ معنىش عشان انا اول مرة اسمحها دي في صورة ايه؟ والله الاية اللي ما صلى حينه في صورة ايه؟ لان انت اصلا اغبطت جبت اليمين في الشمال والشمال في اليمين واخترعت ايه من عندك في صورة ايه؟ ما اه طلع لك اصبر علي طلع لك الاية طلع الاية طب لو سمحت اقرأها لنا كويس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقابه فاني يضر الله خيئه والحمد الله انه لا يوجد ضر الله بس خلاص الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مع ان اصلا انت قرأتها بالتشكيل غلط بس اسمعني ممكن حضرتك تتفضل ممكن حضرتك تتفضل وتجيب لي اين نزلت هذه الاية وما معنى الاية من كتب حضرتك من تفسير حضرتك ممكن تقول لي اين نزلت واسمعني بس اين متشكرين منك متشكرين منك متشكرين منك متشكرين منك متشكرين منك